معرض الصحافة من قناة شروق الإخبارية أهلا بكم وجولة سريعة على مختلف الصحف الوطنية العربية والعالمية والبداية بالصحف الوطنية مع يومية الشروق التي كتبت في مواضيع مختلفة أبرز ما جاء في صفحة الأولى ليومية الشروق تراجع الأسعار خلال 48 ساعة ومواطنون يرتقبون تساقط في أسعار المواشي عمراني يؤكد الشروق 90% من الماشية في يد السماصر وفيدرالية مربي المواشي كل المؤشرات تؤكد انخفاض الأثمان عنوانات يومية الشروق على صدر صفحتها سانشاز يصفع المخزن قبل مغادرة متوقعة للحكومة وإسبانيا ترفض تسليم المغرب إدارة أجواء الصحرائي الغربية عنوانات يومية الشروق اليوم أعلى صفحتها الأولى في موضوع دولي بوتين نواجه خيانة داخلية وردنا سيكون قاسيا في إشارة إلى التمرد الذي يحصل مؤخرا في روسيا بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي تأتيكم على الصفحة الأولى ليومية الشروق أبرز هذه المواضيع تطالعونها سبع قطاعات تفتح شهية الأجانب للاستثمار في الجزائر واستنفار بالمحكمة العليا للقنصل في ألاف العنوين المترك كما أقول بالإضافة إلى مختلف المواضيع في الصحة والطربية والثقافة والمجتمع وغيرها تطالعونها في يومية الشروق نبقى وإياكم في يومية الشروق اليوم واخترنا لكم منها هذا المقال الذي عنونا كالتالي نرفض استعمال حرية التعبير كذريعة لزعزعة استقرار الجزائر رد وزير النقل يوسف شرفا بصفته ممثلا للحكومة في جلسة تصويت على المدى الثانية والعشرين من مشروع القانون العضوي لإعلان بالمجلس الشعبي الوطني على التقارير الأجنبية المنتقدة لواقع حرية التعبير في الجزائر بالقول إن بلادنا لن تقبل استعمال حرية التعبير كذريعة لزعزعة استقرارها وذرب سيادتها الوطنية صدق نواب الغرفة السفلة للبرلمان السبت بالأغلبية على الصيغة الجديدة للمدى الثانية والعشرين من القانون العضوي للإعلام وفق ما توصلت إليه اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان وذلك وسط معارضة نواب حركة مجتمع السلم على الصيغة الجديدة التي تحدد طريقة اعتماد الصحافة الأجنبية في الجزائر بالإضافة إلى مختلف النقاط التي تطالعونها في هذا المقال في يومية الشروق لنهار اليوم نبقى وإياكم في يومية الشروق اخترنا لكم منها مقال آخر عنونا كالتالي حملة ممنهجة ضد المهاجرين الجزائريين على الطراب الفرنسي وتوقيف أكثر من 24 ألف الجزائري خلال تسعة أشهر في فرنسا أين أظهرت بيانات رسمية لوزارة الداخلية الفرنسية عن حملة ممنهجة تستهدف الطبيق على المهاجرين الجزائريين على أراضيها بشكل يضحض إدعاءات شخصيات وتشكيلات سياسية تزعم في كل مناسبة أن لهم امتيازات عديدة بموجب اتفاقية الهجرة بين البلدين عام 68 تسعمائة وألف وجاء في رد لوزارة الداخلية الفرنسية على مساءلة كتابية بالجمعية الوطنية مؤرخة في الثالث عشر جوان الفين وثلاثين وعشرين وجهها النائب أليكساندر ساباتو عن التجمع الوطني اليميني المتطرف الجبهة الوطنية سابقا اطلعت عليها الشروق أنه خلال الفترة الممتدة بين جنفي إلى سبتمبر الفين واثنين وعشرين ومقارنة بنفس الفترة من الفين واحدى عشر ارتفعت عملية التوقيف التي طالت الرعاية الجزائريين بواقع ثلاث وثلاثين بالمئة ومست أربع وعشرين ألف ومائتين وتسع وستين شخصا جزائري مهاجر على الطراب الفرنسي بالإضافة إلى نقاط حساسة تطرق لها هذا المقال نبقى وإياكم في يومية الشروق واخترنا لكم منها مقالا آخر عنوين كالتالي هكذا سيتم تنظيم السنكيام الجديد في المستقبل حسب تصور قدمه مفتش وأساتذة الابتدائي أين أفرزت أن دوات الجهوية المنعقدة مؤخرا على مستوى المقاطعات التفتيشية حول إصلاح امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي اقتراحا تصوري بإرغاء نهائي للصيغة الجديدة للتقييمات الكتابية وتعويذها بالنسخة القديمة للامتحان باختبار المتعلمين في المواد الأساسية فقط من دون احتساب النتائج في الانتقال إلى القسم الأعلى مع اقتراح برمجة تقييمات تشخيصية للمنتقلين إلى أقسام الأولى متوسط لتعريف عن قرب على مستواهم الدراسي الحقيقي لاستدراك النقائس ومعالجة الضعف بالإضافة إلى نقاط عديدة تطالعونها في هذا المقال نبقى وإياكم بين الصحف الوطنية وإلى يومية الخبر التي عنوانت صفحتها الأولى بمواضع مختلفة أبرزها خطوة نحو التموقع في السوق الدولية للحديد وتوقيع مذاكرة التفاهم بين شركات جزائرية وصينية ومشروع غارج بيلات في المصاري الصحيح كتبت يومية الشروق أو يومية الخبر اليومي على صدر صفحتها توقعات بنسبة نجاح متوسطة في شهادة تعليم المتوسط وسيسبانس عشية الإعلان عن النتائج كما عنوانت أسفل الصفحة الأولى معركة جديدة لصون الذاكرة الوطنية برقمنة الأرشيف التاريخي الوطني بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي تطالعونها في يومية الخبر نبقى وإياكم بين الصحف الوطنية وإلى جريدة أخرى إلى يومية المساء التي عنوانت صفحتها الأولى بمواضيع مختلفة أبرز هذه المواضيع التي جاءت على الصفحة الأولى هي السوق الجزائرية أوروبيون وأفارقون يتزاحمون على السوق الجزائري لاكتشاف فرص الاستثمار وبحث شراكات واتفاقيات تعاون جديدة عنوانت أعلى صدر صفحتها يومية المساء الشباب أساس جبهة التصدي لكل حاقل متربس بالوطن حسب جوجيل وبوغالي الذين يدعوان إلى تقوية اللحمة الوطنية كما تقرؤون أعلى الصفحة الأولى بعد المصادقة على الاعتماد المؤقت للإعلام الأجنبي شرفة يقول نرفض الاستعمال أو استعمال حرية تعبير كذريعة لزعزعة استقرار الجزائر وفي موضوع آخر التسجيلات الجامعية لحاملي الباكالوريا الجدد بصفر ورقة كما كتبت في مواضيع أخرى أبرز هذه المواضيع 31 ديسمبر آخر أجل الالتحاق المدمجين في رتبة مشرف طربية غرس أربعين ألف هكتار سنويا لتعويض خسائر الحرائق ودفتر إشاعات لكل حاج بالمشاعر واجتماع أخير للتنسيق بالإضافة إلى نقاط عديدة تطرقت لها الصفحة الأولى لجليدة المساء نبقى وإيكم في يومية المساء واخترنا لكم منها هذا المقال الذي جاء فيها الشباب لبناء جبهة متراصة للتصدي لكل حاقد متربس أين أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي الدور الهام للمجلس أو لمجلس الأعلى للشباب كفضاء واسع يعبر عن الضمير الجماعي للشباب الجزائري داعيا الشباب إلى العمل من أجل بناء جبهة داخلية مترصة لتفويت الفرصة على كل حاقد متربس بالوطن وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية التي تضمنها المجلس الأعلى للشباب بمناسبة مرور عام على تأسيسه أشار بوغالي إلى أن الاحتفال بمرور عام على تنصيب هذا المجلس يأتي على مقربة من الاحتفال بذكر استرجاع السيادة الوطنية التي تشكل مناسبة لأخذ العبر واستحضار مآثر الشعب الجزائري التي عبر عنها رئيس الجمهورية مؤخرا بمقولة أثلجت صدر كل جزائري نبيل أصيل وهي الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا نبقى وإياكم في جولتنا عبر مختلف الصحف الوطنية وفي قراءة سريعة لأهم عنوين يومية الموعد جاءت كالتالي الجزائريون يتفاعلون مع صور الرئيس الشعبية في الميدان والرئيس جنب قوته ودفاعه عن الجزائر وتواضعه اسمه بأحرف من ذهب في قلب كل جزائريين رئيس الجمهورية رسخ صورة عن الاهتمام بالمواطن واحتياجاته في كل المجالات عنوانة يومية لا موعد أعلى صدر صفحتها سياسة تشجيع الاستثمار التي انتهجها رئيس الجمهورية توجت بالنجاح وفي مواضع متفرقة جاءت كالتالية هروب جماعي للأطباء من المغرب ومنظمة العفو الدولية تستنكر استمرار المغرب وإسبانيا في إخفاء الحقائق حول مأساة المهاجرين نبقى وإياكم في يومية الموعد واخترنا لكم منها هذا المقال الذي جاء فيه جهود الرئيس تبون ستساهب في الوصول إلى عالم أكثر سلاما أين أعرب الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنتونيو غوطيري في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن تهانيه الحارة بمناسبة انتخاب الجزائر بمجلس الأمن لفترة 2024-2025 مؤكدا إرادته في التعاون المباشر مع الجزائر وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعرب الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنتونيو غوطيري عن اتجاه أو انتهانيه الحارة بمناسبة انتخاب الجزائر كعضو غير دائم في منظمته وأكد أنتونيو غوطيري في رسالته أن هذا التميز يشهد تقدم الجزائر وعلى مكانتها الدولية نبقى وإياكم في يومية الموعد واخترنا لكم منها مقالا آخر جاء فيه منظمة العفو الدولية تستنكر استمرار المغرب وإسبانيا إخفاء الحقائق حول مأساة المهاجرين أين استنكرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية استمرار المغرب وإسبانيا في إخفاء الحقائق المرتبطة بمأساة طالب في اللجوء والمهاجرين الذين قتلوا بوحشية على الحدود بين المغرب وإسبانيا ومقاطعة مليلية إسبانيا قبل سنة النقاط عديدة تطرق لها هذا المقال تطالعونها في يومية الموعد لنهار اليوم ننتقل وإياكم في قراءة سريعة للمصاري العربي وعنوانت بمواضيع رئيسية صيانة الطرقات أولوية وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية كما كتبت في موضوع رئيسي إدانات ومطالب بالتحقيق وكشف ملابسات مجزرة النظور بمليلية كما عنوانت في مواضيع مختلفة أبرزها حجز كمية المعتبرة من المواد الغذائية والوقود والمخدرات ببرج باجي مختار ووهران ومستغان وحملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات طيلة موسم الاستياف ننتقل وإياكم في هذه الأثناء إلى الصحافة العربية وإلى يومية الماء العربي الجديد التي كتبت في مواضيع عربية ودولي أبرزها موسكو تستنفر لمواجهة تمرد فاغنر وفي موضوع آخر الأصدر الرمدي التفاف على العقوبات بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي تطالعونها في يومية العربي الجديد من يومية العربي الجديد إلى الصحافة العالمية وإلى لوفيغارو في آخر عدد لها تطرقت إلى غرق غواصة تيطان تطرقت إلى نقاط عديد هذا الموضوع الذي شغل الصحافة العالمية ولا يزال حديث العالم إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام جولتنا في معرض الصحافة صبيحة اليوم شكرا على كرم المتابعة والإصغاء إلى اللقاء